اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الخسوف احنا بنعرف انه اكتمل القمر بدر فعادة بمراقبة العن على مرة العصور القديمة كانوا لما يراقبوا يخربطوا يا يوم زيادة يا ينقصوا يوم فهنا تصير خربطة في الاشهر فهاي العمليات اللي بتصير اللي هي الخسوف والكسوف هدول اللي بيرجعوا بعدلوا النظام تبعهم بيرجعوا بيعرفوا انهم اخطأوا بزيادة يوم او نقصين يوم فبيرجعوا بضبط الرزنامة على حسب الكسوف والخسوف هذا امر يعني عشان يكون معروف يعني انه هذا الاشي شو الفوائد منه واساسا الفائد الاساسية هي ضبط الرزنامة بمعنى اخر بداية ووسط ونهاية الاشهر بالنسبة طبعا لا الكسوف هو وضعية الاقتران يعني لما بصير اقتران او كما يسمى اجتماع على القمر والشمس مع بعض اللي هي ولادة الهلال هاي المرحلة اللي بصير فيها الكسوف لانه هنا القمر بحجب نور الشمس فبصم كسوف للشمس اما بالنسبة للخسوف فهنا الارض بتيجي بالوسط فبتمنع نور الشمس انه يوصل للقمر فبيصير القمر او بختلف لون القمر المرة هاي طبعا الاختلاف اللي راح يصير انه عند اكتمال القمر كامل اللي هي مرحلة الخسوف اللي احنا بنحكي عنها فهنا منلاقي انه تدريجيا ببلش يختلف لون القمر للون قاتم اول مرحلة هاي اللي هي لما ظل الارض بيجي عليها بصير قاتم بصير يغمك شوي شوي قاتم تدريجيا بيتحول لونه للون للون تقريبا احنا بنسميه الصدق بعدين بيتحول لونه للون الاحمر الدموي بعدين بيرجع للون الصدق بعدين بيرجع قمر عادي فهادي اول معلومات بسيطة بس عشان ينعرف الوضع طائب وين راح يصير الخسوف ومين الدول اللي راح تشوف هذا الخسوف طيب اول اشي وين بده يصير هو بده يصير في المنطقة الواقعة تقريبا ما بين يعني على الحدود الامريكية او بمنطقة المحيط في المنطقة الامريكية هذا هذا الجزء الاول له يعني هذا الجزء الاساسي له طيب احنا بدنا نقول في النقطة الفلانية وعلى تحديد الجي بي اس ومش عارف اش ولكن هي باجمالان الدول اللي راح تشوف هذا الخسوف اول اشي شرق روسيا اليابان استراليا المحيط الهادئ اجزاء من غرب ووسط امريكا الشمالية في منطقة افريقيا واوروبا يعني افريقيا ما راح ينشاف فيها نهائيا جزء من الشمال الاقصى الشمال الاوروبي ممكن يصير جزء طفيف جدا ما راح يكون مرئي بالعين وبالتالي انه بالمنطقة العربية هو ما راح يكون منظور نهائيا يعني حتى بعض الضلال منه ممكن تيجي على عمان ولكن انه برضو حتى بالعين وبالاجهزة وبالهذا يدو بيكون جزء بسيط جدا من هذا الموضوع فاحنا منعتبره غير مرئي نهائيا في المنطقة العربية بالنسبة لهذا القمر تحديدا او هذا الخسوف يعتبر طبعا عند القبائل الامريكية او سمي بالقمر القندس هذا القمر او اكتماله هو اسمه قمر القندس لانه في هاي الفترة او في مراحل اكتمال هذا القمر بتوضع المصائد لاستياد القندس من الانهر قبل ما تتجمد عشان هيك بيكون لونه جاي على حمار شوي او على نحاسي عند فترة شروقه بالنسبة طيب امتى الوقت اللي رح يصير فيه الخسوف الخسوف رح يكون او رح يبدأ الساعة ثمانية ودقيقتين بتوقيت جرينيتش احنا عنا بتكون صباحا طبعا بامريكا بالاقت باختلف تماما بدهم يزيدوا الفارق على حسب الولاي اللي هم فيها بيعرفوا الوقت عندهم لانه رح يكون مرئي عندهم يعني تقريبا بتكون ساعة ما بعد منتصف الليل عندهم اما بالنسبة اللي هي المرحلة الاكتمال للخسوف اللي هو يحجب القمر تماما في هاي اللحظة من الاضاءة ويصير لون لون الاحمر هي ساعة عشرة وتسعة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش وبينتهي الخسوف الساعة وحدة وستة وخمسين دقيقة او عشان يكون اوضح هي الساعة ثلاثتاش وستة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني احنا بالنسبة لاننا بتكون موعد بث الحلقة اربع دقائق وبعدين من بث الحلقة بتكون عنا ساعات العصر تقريبا بالنسبة لخسوف القمر في هاي الحالة بما انه رح يكون باكتماله فهو هاي الفترة اللي بتأثر فيها عواطفنا اكثر فهو رح يركز علينا شخصيا على عواطفنا وبتعم الفوضى في حياتنا ممكن تتضح الرؤية لنا اكثر من قبل عشان نحسم امرنا بالامر العاطفي اما منكمل او مننهي فعشان هيك منتخذ الاتجاه العاطفي او اتجاه عاطفي جديد افضل من الفترة الماضية وهذا الشيء رح يكون لصالحنا ان كان باكمال العلاقة العاطفية او بقطع العلاقة العاطفية على الجهتين رح يكون هذا الموضوع بصالح الشخص لانه بيكون الاختيار الافضل العقلاني احنا بنسميه اما بالنسبة لدوليا فبما انه القسوف رح يكون في برج الثور معناته برج الثور معروف عنه هو علاقة بالمال بالبنوك يعني هذا الاجمال فعشان هيك المتوقع انه خلال فترة هاي انها تتأثر الامور اللي الها علاقة بعالم المال او البنوك الاسهم الاستقرار المالي الاقتصادي ذبذب ارتفاع وهبوط في البورصة وايضا برج الثور له علاقة بالزراعة والثروة الحيوانية البستنة والصناعات اللي الها علاقة في هذا الموضوع عادة لما بصير في خسوف او كسوف بصير في اضطرابات بالجو اللي احنا بنسميها حالة من عدم الاستقرار المناقي فبما انه في زوايا اخرى رح تتشكل اساسا رح تكون ما بين الشمس وما بين زحل ما بين الشمس ما بين اورانوس عطارد نفس الشيء الزهرة نفس الشيء ما بين هذول الكوكبين وهذا الخصوف فمعناته في تقلبات مناخية عنيفة رح تكون في خلال الفترة هاي خصوصا في فترة اثار الخصوف عشان هي منقول هي مجرد ما شفته المناخ اختلف هي بداية الاثار مجرد ما استقر المناخ معناته انتهت اثار الخصوف هي يعني رح تكون تقريبا نحكي ثلاثة ايام ثلاثة ايام ولكن هي اقل هي رح تكون يومين محتمل تكون لثلاثة ايام بعديها يعني بعد الخصوف طيب ايش اثاره على جميع الابراج او ايش منحذر جميع الابراج بهاي الفترة الخصوف الاشي اللي بدهم يحذروا منه وينتبهوا منه لانه رح يتركز عليهم بشكل اكبر غير التأثيرات اللي احنا حكناها في البداية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا رح يتركز الامر على موضوع المال لانه رح يكون القصوف في بيت المال فعشان يبدهم يحذروا في خطواتهم المالية بدهم ينتبهوا من اقراض المال ينتبهوا على اموالهم من الصرقة او من الضياع او فقدان بعض الحاجيات لالهم التبذير برضو بالفترة هاي بزيد اعني اضطرابات على السوق المالي برضو اللي بيشتغلوا بالاسهم بالبرصة بالفترة هاي هم اكثر الاشخاص اللي بدهم ينتبهوا من هاي النقاط اي مجازفات مالية مرفوضة في فترة التأثيرات الخسور برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بدهم يحافظوا على مصالحهم وبدهم يحذروا من اي خطوة او في اي خطوة جديدة يحاولوا يضبطوا عصابهم ياجلوا امورهم ما يتسرعوا بالقرارات يضبطوا تركيزهم بشكل جيد يتحكموا بانفعالاتهم بحساسيتهم لانه هو رح يكون موجود عندهم فهم اكثر الاشخاص اللي بدهم ينتبهم من التقلبات العاطفية بالفترة هاي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بدهم يحذروا من المؤامرات او التآمر عليهم او بعض الاشياء اللي تحاك ضدهم في الخفاء فعشان هيك بدهم يكونوا حذرين من هاي النقاط يحاولوا انهم ما يدخلوا اماكن مجهولة برضو ما يجازفوا ما يغامروا ما يخالفوا القوانين لانه بيكون في كثير من العلامات الاستفهام على هاي الامور فعشان هيك يبعدوا عن اي مغامرات ومجازفات ممكن مع الموليد برج الجوزاء يقوم بزيارة المؤسسات الكبيرة اللي هي زي السجون او المستشفيات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا التركيز كله رح يكون على المستوى الاجتماعي وعلاقاتهم بأصدقاهم برضو بمعارفهم ممكن سوء تفاهم فقدان صديق انتهاء علاقة مع صديق فعشان هيك يحاولوا قدر الامكان اذا كان فيه مناسبات اجتماعية بالفترة هاي يضبطوا عصابهم اثناء التعامل مع الغير وبرضو ما يخل عواطفهم يتأثر عليهم ويتحسسوا من اي تصرفات برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا هنا جاي في بيت السمعة بدهم يحذروا في علاقاتهم مع المسؤولين يحذروا في مكان عملهم انجاز اعمالهم برضو هذا بيت السمعة ما في داعي لمخالفة اي امر ممكن من خلاله تتشوه سمعتكم فعشان هيك بدكوا تكونوا حارصين على الاستقامة عدم المجازفة عدم المغامرة عدم التهور عدم اصدار بيانات او قرارات بالفتره برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا في البيت التاسع اللي العلاقة بالاجانب العلاقة بالسفر البعيد العلاقة ب اشخاص خارج البلاد او بالدراسات الجامعية فعشان هيك بدهم ينتبهوا لكل هاي الامور اللي حتى الامور القضائية اثناء تعاملكم مع الاجانب او اشخاص خارج البلاد بتكونوا حذرين من الانتقاد او من التصرع او من القرارات اللي ممكن تكون عنيفة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز على الشركات المالية شركة اي مال مشترك بنوك ضريبة تأمين مغامرات مالية ممنوعة البورصة السهم هاي كلها تعتبر شراكات فعشان هيك بدكم تنتبهوا على اموالكم المشتركة الفترة هاي لا تضمنوا حد لا تكفلوا حد لا تغمروا بالامور المالية مهما كانت المغريات لانها فترة عليها علامات استفهام على المستوى المالي وانتبهوا على اموالكم من المصاريف الزيادة ومن السرقة والضيع برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هم بدهم ينتبهوا بشكل كبير لانه مقابلهم تماما وخصوصا تقلبات العواطف فهو باعتمد على بيت الشراكي الشراكي المالية والعاطفية اللي من خلالها بتصير بعض سوء التفاهم او بعض الخلافات او بنشحنوا بطاقات سلبية بالفترة هاي فعشان هيك بدكوا تركزوا بشكل جيد خلوا لقاءتكم او حواراتكم مع شركائكم مدية وحاولوا انكم ما تتخذوا قرارات حاسمة وبما انه رح يكون مقابلكم تماما فهذا بدل على ان طاقتكم رح تكون ضعيفة ففي هاي الفترة سهل استفزازكم فبدكوا تبعدوا عن المشاكل قدر الامكان برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بيركز الموضوع على العلاقات مع زملائكم في العمل وايضا عملكم وبدكوا تنتبهوا لصحتكم لانه بيئة العمل والصحة هاد فبصير ضعف في الطاقة او خلل في الطاقة بالفترة هاي بتشعروا بالوهن او ببعض التعب عدم التركيز ممكن تسلموا اعمالكم ناقصة او صير خلاف ما بينكو بين احد زملائكم بمجال عملكم برضو بدكوا زي ما حكينا تنتبهوا من بعض التقلبات الصحية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هنا بما انه التأثير على العواطف ويعتبر هذا ايضا البيت الخامس للكم فهنا بدكوا تضبطوا اعصابكم اثناء التعامل مع الاحبة وخصوصا ابنائكم احبائكم العلاقات العاطفية ما في داعي للتسرع ما في داعي لفرض الرأي ما في داعي لاتخاذ القرارات الحاسمة حاولوا تراجعوا حالكم اكثر من مرة قبل ما تتخذوا الامر او حتى ينتهي تأثير القسوف بعدها بتفكروا في الموضوع وبتتخذوا قراراتكم ولكن بالفترة هاي حاولوا تضبطوا اعصابكم اثناء التعامل مع الاحبة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا احنا ذكرنا انه هو البيت الثور له علاقة بالعقار له علاقة بالزراعة هو تحديدا بالزراعة تحديدا فعشانه كموليد برج الثور ينتبهوا على منازلهم ينتبهوا ما يزرعوا بالفترة هاي او يهتموا بامور البستنة لانه ممكن ما تكون لصالحهم ايضا اللي بيشتغلوا بالمجال الزراعي او محاصيل او المنتجات الفلاحية ينتبهوا بشكل كبير من النصابين محتالين طريقة التخزين خسارة محصول معين فعشان هيك ينتبهوا من الناحية وخصوصا اللي بتعملوا اما زراعة نباتية او زراعة الحيوانية اللي هم تربية الحيوانات والمواشي والامور هاي فابدهم ينتبهوا على حيواناتهم بالفترة هاي بشكل جيد ما يغمروا ويجازفوا من ناحية تجارية برضو في هاي الامور ويبعدوا عن المشاكل العائلية اللي ممكن تظهر برضو بهاي الفترة برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا التركيز كله رح يكون على التنقلات على الاتصالات على الحوارات النقاشات رح يكون ما فيه تركيز نهائيا عندكم في نفس اللحظة ممكن تتسرعوا اثناء قيادة السيارة او ما تركزوا فبتكون تنتبهوا على هاي النقطة برضو اللي عنده امتحان او عنده مقابلة يبدو يركز بشكل جيد بما يعتمد على الحضوض نهائيا بالفترة هاي في نفس اللحظة انتبهوا من ردات فعلكم عصبيتكم انتقادكم كلام مش مفهوم او مش مكتمل الطرف الثاني ما يفهمه بالصورة اللي انت قصدت فيه فينعكس الموضوع عليك بشكل مباشر هذا الشي رح يسبب لك خلافات ممكن تكون برضو الخلافات غير مع الاحبة ممكن تكون مع الاخوة تكون مع احد الجيران اهم شي تنتبهوا اثناء تنقلاتكم او قيادتكم للسيارة في الشوارع المفتوحة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهاي الاخبار الفلكية اللي هو خسوف القمر والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله اشهد انتهي وحفظه الى اللقاء اشهد انتهي وحفظه اشهد انتهي وحفظه اشهد انتهيت انتهي وحفظه اشهد انه اشهد انتهي وحفظه